بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد فإن محاسبة النفس هي زاد المتقين وهي العمل الذي يتقرب به الإنسان في الآخرة إلى رب العالمين والنفس الكريمة هي التي تكثر اللوم على صاحبها وتحاسبه وقد أقسم ربنا تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم فقال ولا أقسم بالنفس اللوامة وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيره وقال كل نفس بما كسبت رهين وبيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أولا بأول وأن يعاتب نفسه وأن يخرج من الذنب إلى الطاعة ومن الشر إلى الخير ومن المعصية إلى الطاعة والهدى ومن هنا قال فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض الأكبر والمؤمن الذكي هو الذي يعي أنه سيحاسب في يوم من الأيام مهما بعد حتى وإن كان في القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الفضيل بن عياض قابل رجل فقال له كم أتت عليك قال ستون سنة قال ستين سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الفضيل يا أخي أوتعرف معناها قال الرجل نعم أعرف أنني عبد لله وأنني إليه راجع قال الفضيل يا أخي من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعرف أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فبكى الرجل وقال وما الحيلة قال الفضيل يسيرة أن تتق الله فيما بقى يغفر الله لك ما مضى ومن هنا فإن من حاسب نفسه وقف على حدود الله وعلم ما له من حقوق وما عليه من واجبات واسترجع واستغفر وما دمت تستغفر فإن الله يغفر السادة الكرام إننا في أمس الحاجة إلى أن يركز كل واحد منا في ورقته الأصلية ولا يركز في ورقات الناس فأنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤولا عن الناس فلا تفتش في عورات الناس ولا في أحوال الناس ولا في كلام الناس وإنما فتش في نفسك أنت يا مسكين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمره إذا فكر الإنسان منا في القبر وما بعد القبر وفي الحساب وفي الصراط وفي القيامة وفي هول القيامة استغفر واسترجع وندم على ما كان من تقصير ونقصان وسأل الله تعالى العفو والغفران وطمع كثيرا 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 في عفو الرحمن ونحن في هذه المرحلة وفي هذه الأيام ومع كل هذا الضيق يجب أن نحاسب أنفسنا وأن نتق الله تعالى في كل شيء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائذون وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عدّ العبادات في قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل فإن مفهوم العبادات أهم وأشمل وأعلى من هذه الأركان بكثير فجبر الخواطر عبادة والصمت في وقت الفتن عبادة وستر الناس عبادة والتقرب إلى الله تعالى بصلة الأرحام عبادة وذكر الله تعالى في كل الأحوال عبادة والصبر على الابتلاء عبادة وهكذا حاسب نفسك وقف إليها وتوقف معها وسل الله تعالى أن يرزقك العف واشتكي لله من نفسك وقل وإني أشتكي لله مني فيا ربي ويا سندي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني ولي طمع بعفو منك عني ومغفرة تجاوز حسن ظني اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا للمشاهدة